السلام عليكم و أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد أنا روبا وفيديو اليوم إن شاء الله رح أفرجيكم فيه كيف نغير رجل الماكناة رجل الخياطة بقصد وكيف نغير الإبرة للماكناة اللي عنا طبعا ليش مهم هذا الحكي؟ بالنسبة لرجل تبعت الخياطة أحيانا الماكناة تبعتك بتيجي معها أكتر من رجل للخياطة فيه أشياء بتكون مخصصة لمثلا نركب السحاب فيه أشياء بتكون مخصصة للخياطة العادية فيه أشياء تكون مخصصة لغرز معينة إذا كان فيه الماكناة تبعتك غرز تطريز أو إلى آخره فبهاي الحالة حتلزمنا نعرف كيف نغير الرجل طبعا مش كل الماكنات فيهم أرجل مختلفة أو بيجي معاهم أرجل مختلفة بدك تشوفي الماكناة اللي عندك إذا كان فيه معاها هذا الكلام أو فيه معاها بس رجل وحدة اللي هي الخياطة العادية اللي جاية معاها هذا بالنسبة للرجل الخياطة أما بالنسبة للإبرة وليش منضطر نغيرها فأول شيء الإبرة ممكن إحنا نشتغل تنكسر أو تخرج ونضطر إنه نغيرها بإبرة تانية أو حتى لو ما انكسرت أحيانا لغرز معينة بتلزمنا إبر خاصة لحل تنفيذها أو كمان أحيانا لأقمشة مختلفة بتلزمنا إبر خاصة يعني مثلا مثل الجلد أو الجينز هدول في إلهم إبرة مخصصة هلأ بتقدري أنت بالإبرة العادية تشتغلي فيهم بس ساعتها لأنه هدول الأقمشة خميلة شوي بدك تضطري تمشي بالماكنة شوي شوي خوف ما تكسري الإبرة بينما لم تستخدمي الإبرة تبعتهم بيكون أسهل شوي بالشغل فهذا بالنسبة لتغيير الإبرة وأحيانا كمان الماكنة تبعتك حسب الماكنة تبعتك ممكن تكون بتشتغل على إبرة واحدة أو ممكن يتركب لها إبرتين مع بعض فكمان بهاي الحالة بنضطر إنه نبدل الإبرة فعشان هيك إحنا بدنا نتعلم كيف نعملها طبعا أنا هون هفرجيكي على الماكنة اللي عندي طبعا إذا عندك نفس الماكنة هتكون هاي الطريقة أما إذا عندك ماكنة مختلفة فممكن تكون إشي كتير مشابه أو تختلف شوي ترجعي ساعتها للدليل تبع الماكنة تبعتك وبتشوفي إذا في طريقة إنها تتبدأ فهذه خلونا نبلش أول شي حقابلش بي تغيير الرجل أوكي طبعا لحتى نبدل الرجل الرجل اللي هي هاي هاي المحطوطة هون اللي أنا بحطها فوق الكماش أبل شي بنا نعمله بنا نرفع هاي الرجل لفوق باستخدام الضراع اللي عندي هون فبرفعها بها الشكل عن القاعدة اللي عندي هون فهاي أول شغلة بعدين إذا بتلاحظوا عندي هون من ورا في عندي مثل كبسة باللون الأسود بس بكبس عليها فبتنزل الرجل لحالها فهيك بكون أنا طلعت هاي الرجل اللي عندي هلا بجيب الرجل الثاني اللي بدي أركبها حسب شو الرجل اللي أنتو مستخدمينها هلا إذا كان عندكم تستخدموا غرزة معينة ممكن تطلب رجل مختلفة بتحكي لكم شو اسمها أو إذا بدكم تركبوا صحاب بتكونوا انتو عارفين الرجل تبعة الصحاب أو إذا بدكم تعملوا تركبوا زر برضو بكون في رجل لا الزر فتكونوا عارفين شو هي فالمهم يعني الرجل اللي بدكم تحطوها بتجيبوها إذا بتلاحظوا عندي هون بهاي المنطقة في عندي مثل القوس هيك جاي وفي نصه هيك زي فراغ وبنزلها فوقها هلا إذا ما ركبت معاكم مباشرة معناته أنتو مش حاطينها بالشكل المزبوط أحياناً بيكون صعب الواحد يوازن بالعين بشكل سريع بحيث إنها تركب بس مش مشكلة بتساعتها بتصيروا تضبطوا شوية شوية لبن ما تدخل فبها الطريقة رح أجيب أنا الرجل وأحاول أدخلها طبعاً زي ما إنتو شايفين أنا عندي هون ما فاتت مباشرة بدها تزبيت برفع شوية لذراع وبضلني أضبط لبن ما تفوت طبعاً لما تفوت تسمعوا صوت كليك فهيك بتعرفوا إنها ركبت وطبعاً لما نرجع نرفع الذراع لفوق بتكون طلعت معاها أو رفعت معاها لفوق فهيك بتعرفوا إنها ركبت بالشكل الصحيح وبعضهم تقدروا تستخدموها للخياطة أو التطريز أو الشي اللي انتو بتكن تعملوا فهذا بالنسبة لكيف انركب الرجل هلا مش كل الأرجل جاية بنفس الطريقة أو بتركب بنفس الطريقة معظمهم بركبوا بهاي الطريقة بس هاي الماكنة اللي عندي كمان إجت فيها غرز للتطريز فغرز التطريز رجلها مشوية مختلفة هاي الرجل تبعتها فهاي لها طريقة خاصة لحتى نركبها وعشان نركبها لازم زي ما انتو شايفين هون في عندي زي برغي هاي لازم أفكها وأفك كل الرجل هاي وأركب الرجل الجديدة فانشالله لما نكون نستخدمها لقدام بفيديو أو نحتاج نستخدمها لقدام رح أفرجيكم كيف تركبوها هلا ما رح أغلب حالي وأفك كل الماكنة عشان أركبها لأنه حاليا مش هاستخدمها بس الطريقة بشكل عام لكم البرغي هذا اللي هون فيه لهم فك بتفكوه بتطلع معاكم هاي الرجل وبتركبوا بدال هاي الرجل الجديدة أو رجل التطريز فانشالله بالمستقبل لما نعمل شي على غرز التطريز ونحتاج هاي الرجل انه نركبها بابكى أفرجيكم ببداية الفيديو كيف نفك ونركب هاي الرجل فهادي هي هاي الفكرة بشكل عام لتغيير رجل لخياطة تبعت الماكنة هلا خلونا ننتقل لتغيير الابرة هلا رح نحكي عن تغيير الابرة اللي هاي اللي هون طبعا الابرة زي ما حاكت لكم ممكن نضطر لنغيرها لأنه غرز معينة بدها ابرة معينة أو ممكن نستخدم ابرتين إذا الماكنة اللي عندكم بتسمح أو ممكن تنكسر ونضطر نبدلها أو ممكن نستخدم ابرة خاصة لأقمشة معينة فبهاي الحالة بنضطر إنه نبدلها طبعا تبديل الابرة برضو كتير كتير بسيط هاي الماكنة اللي عندي إيجي معاها امفك صغير زي ما انتو شايفين همي أفرجيكم إياه هذا المفك رح أستخدمه في عندي جاي من هون مثل برغي هذا البرغي بس أرخي شوية بالمفك رح أحاول أبعيد إيدي عشان تشوفوا في عندي هون برغي بس بالمفك هيك برخي شوية وبس ما يرخي كفاية هاي الإبرة اللي عندي بتطلع زي ما انتو شايفين طبعا لحد تنركب الإبرة بجيب الإبرة الجديدة اللي عندي الإبرة زي ما انتو شايفين بكون فيها جهة جاية فلات أو مسطحة وجهة زي دائرية الجهة المسطحة أو الفلات لازم تكون مواجهة ل الماكنة من ورا فبرجع بدخل الإبرة الإبرة عندي هون بتدخل إذا بتلاحظوا فيه في هاي الرجل مثل الإستوانة هاي الإستوانة فيها فراغ بدخل في الإبرة طبعا كيف دي أعرف لحد وين أدخلها هي الماكنة نفسها بتكون فيها مثل الستوب أو يعني زي إشي بيوقف الماكنة لما انتو توصلوا بيوقف الإبرة لما انتو توصلوا للمت تبعها وبعدين برجع بشد البرغي وبشده منيح لحتى الإبرة ما تتحرك عندي وأنا أخيط زي ما انتو شايفين هذا باختصار كيف أنا بغير الإبرة اللي عندي فهذه هذا كل شي بالنسبة لفيديو اليوم بتمنى إنه الفيديو يكون واضح إذا عنكم أي سؤال اتركولي بقسم التعليقات تحت وطبعا إذا عجبكم هذا الفيديو ياريت تعملوا لايك وتشاركوه وأكيد إن شاء الله بشوفكم الفيديو الجاي باي باي اشتركوا في القناة